أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تقريرا بعنوان قطاع الطاقة يستعد لتغيرات جذرية تزامنا مع تغير المناخ السياسي والتحالفات الدولية وصلت التقرير ضوء أهل توقعات المؤسسات الدولية بأن يواجه العالم خطر حدوث أزمة الطاقة كما يستعرض التقرير التوقعات العالمية بعودة الطاقة النووية إلى المشهد العالمي في ظل احتدام الأزمة الحالية أشار التقرير إلى نقص الاستثمار في قطاع الطاقة خلال السنوات الماضية حيث بلغ الاستثمار في قطاع النفط والغاز 341 مليار دولار فقط في عام 2021 أي أقل بنسبة تبلغ 23% من مستوى ما قبل كورونا والبالغ 525 مليار دولار وأقل بكثير من ذروة الأخيرة في عام 2014 والتي بلغت 700 مليار دولار وفقا لمؤسسة الطاقة الدولية ترجمة نانسي قنقر